الأمن العام يكشف سبب حادث الحوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء كشف الناطق الإعلامي باسم مدرية الأمن العام أن سبب حادث الحوب ناتج عن فوضان السيطرة الناتج عن الإنزلاق وقال الناطق الإعلامي في بيان أنه شكلت لجنة التحقيق المرورية من إدارة السير للكشف عن سبب الحادث المروع الذي تسبب بوفاة خمسة أشخاص مما أفضأ إلى الكشف عن سببه وأضاف في البيان أنه يوم الأربعاء تم إحالة القضية للقضاء وتم الإشارة إلى أن الحادث ناتج عنه وفاة خمسة أشخاص وإصابة 35 أخرين بجروح وردود ومنها خمسة إصابات بالغة لافتا إلى أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهم للمستشفى القريبة لتلقي العلاج اللازم وأوضح الناطق الإعلامي بأن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية ومدرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ مضيفا أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث للمقوف على ملابساته وأضاف في البيان أنه يوم الأربعاء الحادث وقع مقابل غابة الشهيد وصف أتل تحديدا منتصف نزول سلحوب إن لله وإن إليه راجعون سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وقال الناطق الإعلامي في وقت سابق أنه باسم مدرية الأمن العام الفرق المتخصصة من مدريات الدفاع المدني والشرطة عاملة صباح الأربعاء مع حادث تدهر حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب مما أصفر عن انحرافها عن الطريق العام وبالتالي انقلابها في أحد الأودية ربنا يشفي المصابين اللهم أمين ويرحم المتوفين ويرزق زويهم الصبر والسلوان أعزي المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته